رجل في الأربعين من عمره متزوج من سيدة تقية ويمتلك محلا كبيرا للبقالة أنجبت زوجته طفلين ولكنهما توفي بعد مرض أصابهما ثم أنجبت طفلا ثالثا وأصبح عمره سبع سنوات فكانت تخاف عليه كثيرا ودائما تدعو الله في سجود كل صلاة وبعدها أن يحفظه الله كانت هذه الزوجة الصالحة لا تعلم أن زوجها لا يتق الله في عمله حيث كان يغش في الميزان ويبيع السلع بأسعار أعلى من ثمنها ولا يصبر على معصر أبدا وحين علمت بذلك من جارة لها وتأكدت من صدق كلامها حزنت كثيرا وعاتبت زوجها وأكدت له أن غشه للناس من أسباب الحزن الذي يخيم على بيتهما ومرض ابنيهما ووفاتهما وأصرت على ترك البيت إن استمر على هذا الحال وأقسمت بأنها لن تأكل طعاما من ربح حرام في اليوم التالي مارض الطفل مرضا شديدا فأسرع الزوجان وذهب به إلى المستشفى وبعد ساعة شعر الزوج بصداع شديد فغادر المستشفى وترك زوجته مع ابنه ثم ذهب إلى محل صغير بالقرب من المستشفى ليشتري علبة سجائر فأخبرته السيدة التي تقف بالمحل أنها لا تبيع شيئا محرما وقبل أن يغادر المحل وجد رجلا فقيرا يشتري من السيدة أرزا فإذا بها تعطيه الأرز بربع الثمن دون أن تخبره بالثمن الحقيقي وبعدما غادر الفقير المكان سألها الرجل لماذا أعطيت الفقير الأرز بهذا الثمن الزهيد فقالت له دائما أتعامل مع المحتاجين والفقراء هكذا فهذه صدقة تعودت أن أخرجها فبها أتم الله شفاء زوج المريض وحافظ الله أبنائي صمت الزوج قليلا ثم أخذته نوبة بكاء وفي هذه اللحظة سمع أذان الظهر فأسرع إلى المسجد وتوضأ وصل السنة والفرض وأعلن توبته عن كل ذنب اقترفه وقرر أن لا يترك فقيرا أو محتاجا إلا وأكرمه ثم ذهب إلى زوجته وابنه بالمستشفى فوجد زوجته تبتسم وتخبره بشفاء ابنهما فحمله منها وأقسم لها أنه تاب إلى الله ولن يغش ثانية ولن يأكل إلا من مال حلال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرة رباه مسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليها ومعنى الحديث أي أعمال الإسلام أفضل عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر